إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدره دائما لما نقول المقولة دي تعرف أننا بنتكلم عن تونس وأن فيه بطل جديد تونسي ظهر في الأجواء العالمية بعد ما تكلمنا عن أنس جابر وأحمد الحفناوي السباح العالمي اليوم بنتكلم عن اللاعب العالمي لاعب الطايكوندو اللاعب محمد خليل الجندوبي اللي دايما بيفوز ببطلات ودايما بيعمل إنجازات ولكن هذه المرة في صباح اليوم بيزف لنا خبر سعيد ومفرح رغم الأيام الصعبة اللي بتعيشها المنطقة العربية السلام عليكم ورحمة الله دائما تونس ولادة دائما تونس تنجب الأبطال الحقيقيين الأبطال اللي يحتاجون الدعم الإعلامي الدعم المعنوي كلمات الإشادة كلمات الحب والإحترام ليهم لأنهم بيرفعوا عالم بلدهم عاليا جدا في المحافل الدولية دائما بيقولوا إحنا هنا إحنا نقدر إحنا أبطال عندنا الكوة والإرادة والعزيمة إن إحنا نحقق إنجازات نحقق ميداليات وسط الأبطال العالميين النهاردة في صباح اليوم اللاعب محمد خليل الجندوبي اللاعب التونسي يحرص زهبية الجائزة الكبرى للطايكوندو في الصين مبروك يا بطل مبروك يا تونس مبروك لنا كلنا لو جينا نقولك عن محمد خليل الجندوبي لاعب تايكوندو تونسي تونسي الأصل موليد 1-6-2002 1-يونيو 2002 في مدينة الطبربة مدينة طبربة ياريت اللي يعرف عنها أي معلومات ماذا يعني بما تتميز مدينة طبربة في تونس اكتب لي في التعليقات بما تتميز مدينة طبربة في طبعا في التعليقات اكتب لي مدينة تونسية حصل على الميدالية الفضية الجندوبي في أولمبياد توكيو وزن 58 كيلو الأولمبياد توكيو 2020 أيضا النهاردة بيفوز على بطل كوريا الجنوبية صاحب فضية أولمبياد توكيو 2020 في النهائي وأيضا أحرز الميدالية الزهبية برافو يا بطل النهاردة بصراحة شرف كبير وإنجاز كبير للعب محمد خليل الجندوبي قلتلك أنه حصل على فضية أولمبياد توكيو وزن 58 كيلو أيضا 2018 لو جينا نتذكر إنجازاته أن لقي فاز بزهبية الألعاب الأفريقية للشباب اللي كانت مقامة في الجزائر 2018 فاز ببرونزية الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في الأرجنتين في 2019 فاز بزهبية الألعاب الأفريقية في الرباط بالمغرب وزن 54 كيلو 2021 فاز بزهبية بطولة أفريقيا في وزن 58 كيلو 2022 فاز بزهبية بطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي من العاصمة الرواندية كيجالي وزن 58 كيلو يعني أنت بتتكلم عن بطل لسه صغير في السن موليد 2002 موليد شهر الستة 2002 يعني عنده تقريبا 21 سنة يعني بطل قادم وبقوة في سماء الطايكوندو والألعاب الفردية إن شاء الله إن شاء الله محمد خليل الجندوبي نشوفه في المحافل الدولية اللي جاية أولمبيات باريس 2024 على الأبواب إن شاء الله ميدالية زهبية لتونس في لعبة الطايكوندو اللعب ده بيقدم مستويات عالمية منذ صغر يعني متدرج في البطولات الشبانية والشباب الآن هو على المستوى الكبير النهاردة بيحقق لقب زهبية أو ميدالية زهبية الجائزة الكبرى للعبة الطايكوندو المقامة في الصين وزن النهاردة يعني وزن 54 كيلو أو 58 كيلو على ما أعتقد النهاردة بفرحنا في الصباح محمد خليل الجندوبي اللاعب المميز اللاعب المحترم اللاعب اللي بيرفع عالم بلده عاليا بنقول له تحية كبيرة من قناة قناة كريم الانداوي وواجب علينا ندعمك واجب علينا نظهر إنجازاتك واجب علينا نفكر الناس ونذكر الناس إن احنا عندنا أبطال خارقين أبطال مميزين أبطال على مستوى عالمي يقدروا ينفسوا في كل المحافل الدولية وبصراحة ما قدرتش أعد الخبر إن أبارك لإخواتنا في تونس على هذا الإنجاز وهذا الفوز الكبير النهاردة مزيد من التفوق والنجاح لتونس والكل بلداننا العربية اللي عجبوا الخبر ياريت يعمل لنا لايك للفيديو اشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته